السلام عليكم ورحمة الله واللهما صلي وسلم على رسول الله مرحبا بكم وغالياتي وأخوتي في الله إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم بخير وعلى خير ويعطيكم الطاقة الإيجابية ويعطيكم الأفكار والتدابير وتاني غادي تكتشفوا معايا وصفة أكثر من رائعة الوصفة لدخلة الترند وقلبة المواقع حقا تستاهل التجربة إن شاء الله هما تبخلوش عليها بالجامل الفيديو وتعليق هكا باش تزيدو تعطوني هدك الحماس وباش نزيد نشارككم كل ما هو مفيد بإذن الله تعالى أول تدبير أنا أعطيح لكم أخواتي في الله وهي اللوبيا كتجيت نفخيها دايما نفخيها بالماء اللي يكون فيه الملح هكا باش تخرج لك اللوبيا تاعك ما شاء الله وما تجيكش غصاصة وكيت طيب لك كيمة زبدة ما تقعدش هكا كقاسها وهنا يا إخوتيتي اليوم جيت نتستي لكم آيا كلين اللي هو المنتج 13 في واحد اللي نخدمو به كل الاستعمالات كل البوقع المستعصية قلت لكم كل خطرنا نتستيه معاكم في حاجة اليوم جيت نتستيه لكم في الصبات تعدا راكم تشوفوا هنا هذا صبات الزوج راح في حالة ما لبساش من العاملية فا تستمعت الخطرة جبته له كي جبته جبته في حالة كما تشوفوا جيت هنا ينقيه له وقلت نشارككم الطريقة لكيفاش ننقي له راكم تشوفوا هنا قلع الكوردونات وغضيحتهما غادي ننقيهم هكا بلا ما نخسلهم كل شي بس كي راح مزروب فيه بغي يلبسه وهناي نقيت الفردة اللولة والفردة الزوجة نحاود نوريها لكم بس كيفاش راحي هنا اخوتيتي مع لكم غير هكا تفشف شو شو شوية آيا كلين وتحطوه هناي على كامل السطح تاع الصبات تاعكم قلت لكم يناقلكم قاع الانواع تاع الجلود إلا كانت كيمة هكا دان ولا كويغ ولا حتى سكاي يعني كل شي غادي تنقوه به ويخرج لكم نتيجة جدا مرضية شوفوا لي هنا يا مملكة تكون فيه بقعة ولا غادي تنقلع لكم وهنايا امن على اليدين وطبيعي 100% ما تخافيش غاية ما تستعمل لني ليقوني والو وهنا غادي نجيب هنا شيفو ميك خوفي بغو نبقى نمسح فيه غير بشوية بلا ما نضغط باش ما نخصرش هذك هذك الدن راكم عرف كيفاش جاي جاي هكا ما يلاقش نخصره وكيت في الشفشي غادي يدخل لك هنا في الاعماق تاع الصبات ونقيه لك ما شاء الله شوفوا لي ولا كأنه جديد متوفر اياكلين في كامل السوبيغات في كامل الحواني تراهم متواجد بالقرعة الكبيرة والصغيرة تاع 500 امال وتاع 1 لتخو هذك الصغيرة تاع 100 ميلي لتخو من بعد هنا اخواتي فتع لاباكم بليراهم الاختبارات ورانا الجري يا الجري ولادك يلق لك تعطيهم وقت وليق لك تقريهم تحفظهم لشلو كانت تكليع لهم غي هوا ما غادي تلقيهم مشي حافظين غادي تلقيهم غادي تلقيهم حافظوا غير حسابهم سما الصباح قا عن ديروه للميناج للطياب لتقدر الطيبي زوج وصفات دربة وحدة طيبهم هكا وتتحني ورحشية تبقى لك غير معاولادك من بعد هنا كما شفتو اخواتي روحت لصالدبان نقيت هنا بميلة ايساج تاع استيك نقيت الافابو نقيتها مليح مليح ومن بعد هنا جبت هذا الديبوش اغتاني تاع استيك غادي نديبوشي بيه المجرع حشاكم واكرمكم الله لاباكم بالليل هذي ما ننسوهاش وما نتهاونوش عليها بس كده فواتح فيها الشعر كيمشتو شعرهم تلم تلم الأوسخ هنا حطيت الديبوش اغتاني تاع استيك حاولي زوج مغارف كبار ومن بعد درت عليه الماء المغلي وتسموه قولوا بسم الله وحطوه هذك الماء المغلي حوالي لتراونس ومن بعد هنا تخلوها تتفاعل خمس دقايق هذك ديبوشي خمس دقايق هذك ديبوشي لكم قاع المجرع حشاكم هنا تاني استعملت البلوك تاع استيك باشا تنيري حشابة في صالدبان تعرفوا اللي باطيمون دايما يجي هذك الاريير او درلي من الشيش باب سما نقضو عليها دايما به هذك اللي بلوك وهنا تاني كما كم تشوفو رغوية قاع الصالدبان عاود فتع لي هكا نقية الحيطان مسحت كل شي هكا باش كما قلت لكم نتفرغ حشية ما ندير والو وشوفوا لي هنا بعد اللي فاتت لي خمس دقائق شوفوا لي هذك المجرع ما شاء الله يعني كيتشوفو هذك تديركم كما الإعصار في الماء عارفوها باللي راهي ما شاء الله صاي ديبوشي وتاني تسمعوا واحد الصوت في التالي هكا تسمعوه باللي صاي خوات المجرع تاعكم المهمة تهونوش عليها سينو غاضي من بعد تديركم الكوارث وتبدأ تطلق لكم في الريحة اللي مشي شابة كملت القضيان خملت لي شامب غفوت على الديار من بعد من ناج جيت هذي كل شي في الفترة الصباحية فتمنى باش نديلهم مفطار خفيف ووشباب كما قلت لكم اللي راح ترند وداير حالة بلا كانت التالية اللي درت هذا الترند جيبي البصل هنا ولا حبادة كان عندك البصل البيض جيبيه افضل من البصل الاحمر هنا يتفتحي هنا في الواسط بلا متوصل قاحة قسم الحبادة درت الماء يغلي وحطيت هذكت الحبادة تاع بصل في الماء ونخليهم حوالي ربع ساعة حتى العشرين دقيقة من بعد هنا هيا غادي نضي نصف كاس تاع روز بسمتي هذا كبسة اللي دايما نصحكم به من ارواع واجود انواع الروز نضيت هنا نصف كاس مناه وغادي نغسلها غاية تحت تسباله حتى نتخلص نهائي من هذيك المادة البيضة اللي هي النيشاء حطيتها من على جهة ينشف ما بيلا هنا يطعب لي هذك البصل ولا هذكت طبقات بديتها كتبان كي تشوفوا الطبقات بانت لكم اقلعوه سماء ما بين ربع ساعة حتى العشرين دقيقة ساديبو هنشعل غادي يضيي لك وهذاك المام ما نرموش خليه على جهة وهنا تروحوا تجيبوا هذك البصل وتبدو هنيا تقلعوه في الأوراق تاوعه بالوحدة وبهذا الطريقة تبدو تقلعوه هذك الطبقة الرقيقة هذيك تقلعوها بس كل البصل الحمر نجي فيه وكانت خلوها يقعد قاطع تجي هذك البصل القاطعه بالصحف البصل البيض ما تديروش هذك العملية تقلعو فقط هذك قلعوه في الأوراق تاوع البصل وحطوها قدامكم شوفو هنيا راني نقلع لها الطبقة البيضة هذيك شفافة وهنا نعاود نقوّرها كما هكا بشتاعتين الى فوق متاع البصلة تاع الحبة اللي يبغي نحشيها من بعد شوفوا لي هنا اخواتي تعاودوا تلمو عليها كما هكا ونبدأ كما هكا نقلع هذك الأوراق احتى اللي نكمل حتى التحت هنيا شوالا انا يشوفو هات 3 حبة تعبصل ما خرجوا ليش بزاف بس كما من بعد كي قاعدت نورق فيه لقيت الداخل البصلة مكسومة كانت يعني زوج حبة تبصل في بصلة واحدة اه شوفوا لي هنيا دوكن نوريكم هنيا كملته وهذو هما البصلات اللي قاعدوا لي انفرقين الداخل سما دعت لي غير هذك الكميه كما تشوفو من بعد فيها هذك الروز كتقطعت هنيا حبة تعبصل صغيرة حبة طماطس قلعت لها القشرة التاحة و قطحتها قطحتها عفوان ديو كيب المعدنوس ديروها كحاولي تلت مغارفة ربعتها معدنوس و جبت شوية فيونداشي تقدروا ديرو بولي اشي ونزيد هنا ملعقة كبيرة الطماطم المعلبة اللي هي طماطس تارقوطي شوية ملح شوية حرور وهو الفلفل لكحل وشوية عكري بلا منسة تاني ندير معها الزيت كما شفتوا ودرت الزيت وتاني عصرة عليمون عصر الليم الوصفة الاصلية فيها دبس الرمان ملقيتش تبص الرمان درت الليم وزدت معه هنية العسل هنية كورشية خالطه معه بعضه لكن استعملي يدك افضل من الملعقة هنية غادي نستعملي الدينة عشان كل شي معه بعضه بالنسبة للروز هنية كيما شفتوا ماراش طايب وليتبغي تديرها في الطعجين ولا في المقلات الطيب الروز نصف سلقة يعني الطيبة حوالي 50 بالمئة وهنية اخواتي تروك قادين بدون نحشو في هذك البصل تجيبي هنية شوية بالطريقة الموضحة وديري هنا باركس وتحطي فيه سينو ديري الصينية الحديد اللي بغيت انتيا لكن ديري تحتها ورق زبدة وهنا يا اخواتي نبدأ هكا نحشف البصل تاعنا حتى اللي يكمل كل الاوراق اللي راهي عندي نحشف البصلة الداخل خرجت لي فيها زوج حبات نحشف البصلة اللي طيبنا فيها البصل قلت لكم ما ترموش نحشف البصلة نحشف البصلة اخوتي اخوتي سأغطي القوش باب و لا تطهني حامضة نغطر محشي البصل اضغطه ورق الضبدة وشمخاته دخلت الفرن حوالي ساعة حوالي ساعة قبل 5 قاكه و اقلحته اشتروا اخوتي كيف اشترق اشترق على النار تشعله على الفرن لديه فرن كما تعيش على الغرم اضع المرقة من الفوغة اضع المرقة من الفوغة اضع المرقة اضع المرقة حشوة بقاتلي اضع الطريقة نفس الطريقة المحشي و تضع المرقة اضع المرقة والبصل نسافة ضع كبورة فضع المرقة اضع المرقة روز جاءت بزاف ابنينا شوفولي وهنا نقدمها لكم شوفوا والله ما تنمو كديرو انا زوجتي عايتلي في التليفون قلي بلي شاكي دير افطور قلت له بالاني ديرا محشي الباصل قلي منا مرا نشكالي بس حول الله العظيم شوفوا كيجا وكلاه قلي هذي في رمضان غايديريها وعاوديها وبزاف الشابة وراهي مغضية وشوفيها يعني سوالح ببينين وبسيطين وطيب لك يعني ما تدي لكش الوقت في الانجاز تاحا تدمريها الفور الطيب وانت هي درتي بلاحكا رئيسي شوفوا لي اخواتي من ارواع ما يكون وحتا ولادي عجبتهم بالبزاف وقالوا لي امي عاودي هنا بسكو بزاف بزاف قلت لكم يجي حلو وجي بنين شاء الله تجربوها ربي يحفظ لكم ولي ذاتكم وينجحهم استودعكم الله والسلام عليكم